اشتركوا في القناة وفي عهد الشيخ جبر الصباح ضرب وباء الطعون دولة الكويت وقدر يقضي على 60% لـ 75% من الشعب الكويتي اللي موجود وقتها ومن ضن الحكايات اللي بتتقال ان في مجموعة من التجار نجوا من الوباء ده وسبب نجاتهم ان هم كانوا في رحلة تجارية لبلاد الهند ولما رجعوا منها رجعوا معهم كل الحصرة على اهلهم وولادهم اللي ماتوا ومن ضن القصص والحكايات اللي بتتقال ان كان فيه واحد من التجار دول رجع بيته لقى اهله كلهم اموال ومن كتره حزنه وخوفه ان المرض يتنهله خرج من البيت وولع في البيت الباب الموصل عمل فني انتاج التلفزيون الكويتي سنة 1965 بيحكي عن معاناة الشعب الكويتي مع وباء الطعون في وقتها العمل الفني بطولة مريم الصالح جاسم النبهان عبدالجبار عبدالجلمجي ان شاء الله هسيبكو دلوقتي مع لقطة من العمل الفني ونرجع مع بعض تاني وان شاء الله اللي حابب يتفرج على العمل الفني كامل موجود على قناتنا على اليوتيوب تاريخ من الشارع هكون سيبلكو اللينك ان شاء الله في وصف البيت اسمعوا يا اولادي ما جاتونها في بقائي في هذا البيت لا احد يغطل ولا احد يخرج دور ادخلوا دوركم وانا انا اقوم على خدمتكم حتى تنجلي الغمة ويزول البلاء جهز تموت جماعات جماعات كل من دخل على بيت وصاب الطاعون وكل من اتخل من البيت اقرى الطاعون الى اهل ذلك البيت انا ابيض احدا منكم يخرج من حجرة قد امنت لكم الطعام والشراب تموت شهر لكن الله سبحانه وتعالى سنجلوا عن البراء قد افكد الباب الموصف بيحكي عن قصة عيلة نجت من وباء التعوان وسبب نجاتهم انهم طبقوا الحجر المنزل ولكن في وسط احداث الفيلم بيحكي عن مرات الابن اللي كان عندها اصرار كبير ان هي تخرج وتزور عائلتها علشان تتطمن على ابنها اللي موجودة عندهم قدام رفض اهل جزهة خروجها من البيت وقدام اصرار الطرفين هي عايزة تروح وهم مش عايزينها تروح خرجت من البيت باتفاق معهم ان هي مش هترجع للبيت تاني الا بعد انتهاء وباء التعوم وبالفعل ده اللي تم خرجت من البيت علشان تروح تلاقي اهلاء كلهم اموات بما فيهم ابنها حاولت ترجع بسرعة الاهل جزهة لكن للأسف محدش ردي يفتح لها علشان تموت بالطعوم قدام البيت لو المرد كان عيب او عار مكانش ضرب بلاد المسلمين في عهد الخليفة عمر بن الخطار وتسبب في موت عدد كبير من الصحابة والتبعين امثال ابو عبيدة بن الجراح وده واحد من العشر المبشرين بالجنة وكمان معاز بن جبل ويزيد بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنة والفضل بن ابي العباس وغيرهم عدد كبير من الصحابة والتبعين خلاص القوض صحتك مسؤوليتك احمي بلدك احمي نفسك احمي علبك تريد الفيديو ده تعمله شير عشان جرم تستطيع كان معاكم احمد زاهر واستنوني في حلقة جديدة من تاريخ الشهر